إذا لما نعمل تستنج للإندكشن موتور في ثري تست بنعملهم إندكشن موتور ثري تست أول تست بنعمله بنعمل تست عشان نقدر نقيس عباشر رزيستنس الديسي رزيستنس تبعت الكويلز تبعت الإندكشن موتور فلو فرضنا هذا الإندكشن موتور مشبوك على شكل ستار كونيكشن بناخد هدول التوتر من أمس الموجبين في الإندكشن موتور هيا راح تسميها آر 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 هون وحتى إيس رزيستنس إيش أحد الطرق اللي ممكن عيز فيها رزيستنس إيش ممكن أحط على رزيستنس وإيس حتى أعرف هده إيش قيمة هاي رزيستنس ممكن أحط عليها دي سي بولتج فمنجيب إكسترنا دي سي بولتج وهون منيس دي سي كرت فمناخد منيس V دي سي V دي سي بولتج بعدين من نشوف لشيء I دي سي بولتج هون وبعدين إذا حطيت V دي سي على I دي سي إيش بكون بساوي من هدول المقاومات الموجودة في الإندكشن موتور شو بساوي V دي سي على I دي سي هون هون أر ولا اتنين أر هدول لما بحقنا هادي هون بولتج وبقيس الكرنت اللي بمر إيش عم بقيس أر زائد أر اتنين أر فبصير عندي ثنين أر بتساوي V دي سي على I دي سي إذا هون أر بتساوي ثنين V دي سي على I دي سي دي سي لقد إيش لما بقول إس ت الصوت هون بكون إس القائم الار دي سي بالد سي هذا أول فحص بنعمله على التنجز pouع طب إيجيب التريل السبعة إنتدكشن موتور هون وحط عليهم ن dividing proceed بقيس الكرنت اللي يور promotes بصلاح معنا قيمة الأر البولة والر التانية اتنين عر من ignoring إذا مبيطلع معنا 2R هذا أول تست بنعمله ما كنا نعمله فالتنجز بنعمله هذا بس في تنجز الثاني تست نعمل زي ما كنا نعمل كالترانسفورمر كنا نعمل ايش اسمه؟ الـ open circuit test. نعمل no load test. من اسمه no load test يعني ايش بعمل؟ بحط الفولتج الكامل على المحرك بدون ما احط عليه اي لود خارجي. ايش اللود الخارج على الاندكشن موتور؟ ايش يعني لما بحط لود خارج على الاندكشن موتور؟ ايش هو طبيعة اللود هذا؟ بده يكون تورك، ما في تورك عليه. فبخلي المحرك، الاندكشن موتور بخلي يلف. بسرعة، بسرعة اللي بلف عليها. بكون شابق من هون. three phase. إذن هون ميجي مشبوك no load test. ده اخد المحرك. ده اخد ثلاثة ايش الطريقة دي بعض رئيس فيها؟ الـ power بدي احط. two watt meter. الـ watt meter method. اللي هي two watt meter method. two watt meter method بحط watt meter هون. بعدين بحط watt meter ثاني هون. هون. فهاد باطينة P1 وهاد باطينة P2. بذكريني two watt meter method. حكينا عنه. اللي من إيس في الـ power لـ three phase load. يعني هون الموتور. no load motor. الموتور at no load conditions. بعدين عندي هون راح يكون إيس. الـ current. والـ current. والـ current. والـ current. والـ current is three currents من هون. وبعدين عندنا هون راح نيس. هون السورس. هاي. حطينا هون three phase voltage على هذا المحرك. عندي P1. P2. هون is three currents. من إيس الـ current. ومن إيس الـ power اللي بأخذها هذا المحرك. مثلا لما بنعمل الـ no load test. بنعمل measuring. V line. I line 1. بناخد I line 2. و I line 3. بنقسمه مع 3. فتطلع I line. بعدين بأيس كمان الـ power. اللي هي بتكون عبارة عن مجموع. P1 زائد P. هذا التست الثاني ني بنعمل. التست الثالث. بنعمل إيش اسمه locked rotor test. Locked rotor test يعني بنمع على هذا المحرك. بنن يلف. إذن هون C. Locked rotor test. بالlocked rotor test. بنعمل we lock the rotor mechanically. بنعمل. Increase. إيش كنا نعمل بالترانسفورمر short circuit test. إيش نخط وقت وكنا نمشي فيها. كنا نحط short circuit على secondary. بعدين نبدأ نزيد تدريجيا. نحط ما إيش بدي. وإيش نموقف. نحط نحط لراتد current. نحط لراتد current. نحط لراتد current. نحط رح نعمل هون. رح نعمل. بس هون بدان ما أعمل short circuit. إيش بعمل في المحرك. Locking للروتور. بنعمل الروتور إنه يلف. ببدأ بزيد الـ voltage تدريجيا. تبع 3 phase source. لحط ما الراتد current موقف. إذن هون. ذهب تدريجيا على الأقض، لك 이번 اهل تدريجيا لangeة تربعة الأقضاء لائدة yet Um차 يظ ويحصل الى الوقت للعودة ويحصل الى الوقت للعودة